توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة مع البحرين لا يهدف لتعزيز العلاقات مع حالفين تقليدين للولايات المتحدة فحسب بل يؤسس ايضا اطارا لاندماج شركات اقليمية اوسع في مجالات امنية واقتصادية وتكنولوجية ان هذا الاتفاق سيعزز التنسيق بين قواتنا المسلحة واندماج قدراتنا الاستخباراتية بما يسمح برضع وصد التهديدات التي تواجهنا اتفاقية ترسخ الالتزام الامريكي بالدعم الامني الذي تقدمه واشنطن للبحرين كشريك استراتيجي يحتضن مقر الاسطول الخامس للبحرية الامريكية ان هذا الاتفاق الذي لا يركز على الدفاع والامن فقط بل على الاقتصاد ايضا والناس والتكنولوجيا سيكون اساسا لبنية عالمية جديدة وبينما اكد وزير الخارجية الامريكي ان الحوار بشأن قضايا حقوق الانسان كمبدأ اساسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون جزءا من محادثته مع ولي العهد البحريني حثت منظمات حقوقية واشنطن على المطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في البحرين ان زيادة الانخراط بين ادارة بايدن والبحرين لم تؤدي لتقدم ملموس في مجال حقوق الانسان لذا فمن الواضح تماما ان مقاربة الليون المتبعة مع البحرين في هذا المجال لم تنجح على حكومة الولايات المتحدة ان تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين قبل توقيع على هذه الاتفاقية يأتي ذلك في وقت انتعادت الحكومة البحرينية بأعدة النظر في ظروف الاعتقال ردا على اضراب مئات السجناء عن الطعام رافقته موجة احتجاجات في عدة مناطق في البلاد على نهج مشروعي الممرات الاقتصادية الخضرة تأتي الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين ضمن جهود حثيثة تقودها ادارة بايدن لتوسيع الشراكات في الشرق الاوسط لجعلها منطقة اكثر اندماجا اقتصاديا وتكنولوجيا في العالم هيشان بورار الحرة واشنطن